أدانت مصر اختحام عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأخصى الشريف في إطار ما يسمى بمسيرة العلام وأكدت مصر على ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسؤول يؤجه المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة كما طالبت مصر بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والذي يعد فيه المسجد الأخصى وقفا إسلاميا خالصا مشددة على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 67